شجرة دوم هي اللي رجعت طابة زي ما سمعته كده فصة ولا في الخيال وتفصيلة مهمة وخطيرة فرأت في الحكم لصالح مصر تنين وراء طابة وهم بيتكتك وإحنا انتكتك لما خدنا طابة فقضيتها بخصوص استحقاق طابة محكمة العدل الدولية استعانت بحاجة ما خطرتش على بال أي حد وكانت هي النقطة الفاصلة في الحكم تعالوا أحكي لكم في الفيديو ده من 5 بالعربي قصة أشهر شجرة في تاريخ مصر بعد انتصار مصر في أكتوبر 1973 مصر نقلت أزمتها مع الدولة الداخيلة لطريق قانوني ودبلوماسي وفضلت السلمة بخصوص استرجاع منطقة طابة واللي كانت آخر منطقة من سيناء عليها نزاع وكانت وقتها عبارة عن مستوطنات في سنة 1988 حصل نزاع حدودي بين مصر والدولة الداخيلة على طول الشريط الفاصل من رفع في الشمال لطابة في الجنوبة ومصر اتجهت للمحكمة الدولية في جينيف لإثبات حقها وقتها مصر قدمت كل المستندات لإثبات حقيتها ومن ضمن المستندات كانت صورة مهمة جدا واللي ظهر في الصورة دي كان نقطة فصل في القضية الصورة اللي قدمتها مصر ضمن المستندات كان فيها جنود مصريين متصورين تحت شجر الدوم في طابة طبعا ده دليل مهم جدا أصل لو هي مش مصرية الجنود المصريين ليه متصورين هناك وبالفعل المحكمة الدولية أخدت بيها وكانت من أحد الأسباب في استرداد مصر لطابة مصر قدمت مستندات كتيرة جدا عشان تثبت حقيتها الأرض طابة واللي قضيتها بدأت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر والدولة الداخيلة سنة 1979 واللي نصت على سعب الدولة الداخيلة لكامل قوتها من شبه جزيرة سيناء في معاد أقصى 25 إبريل سنة 1982 الدولة الداخيلة ادعت أن طابة تتبع ليها مش للمصريين ومن هنا بدأت الأزمة وكانت مصر والدولة الداخيلة وقعوا اتفاق في 25 إبريل سنة 1982 استهدف وضع النزاع في إطار محدد لتسويته بوسيلة من وسائل تسويت المنازعات الدولية عن طريق المفاوضة أو التوافق أو التحكيم اللي حددتها المادة السبعة في معاهدة السلام بين البلدين وطبعا أمريكا والدولة الداخيلة حاولوا بكل الطرق الممكنة سواء شرعية أو غيرها إنهم يخضوا الأرض أو يخلوا مصر تتخلى عنها ومن ضمن العروض دي كان عرض أمريكا غريب أمريكا عرضت على مصر إنها تتنازل عن القضية وتحلها بشكل ودي ومبركة أمريكية والعرض كان عبارة عن إن طابة تكون منطقة بسيادة مشتركة بين مصر وأولاد العمد وبعت لمصر فكرة إن القضية خسرانة وإن المحكمة هتحكم لصالح ولاد العمد لكن مصر رفضت العرض لإن كل المستندات كانت في صالح مصر طبعا رفض مصر للعرض كان مخاطرة كبيرة خصوصا إن وارد جدا إن كل حاجة تتغير في ثواني والمحكمة لأسباب معينة تحكم بعدم حقية مصر للمنطقة وده كان التحدي والاحتمال اللي الحمد لله محصلش وفي 29 سبتمبر سنة 1988 هيئة التحكيم أصدرت حكمها التاريخي في جلسة علانية عقدت في قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جينيف في حضور وكيلي الحكومتين وأعضاء هيئة الدفاع لكل من الجانبين وأعلنت أخيرا عودة طابة المصر وتم رفع العلم المصر عليها 19 مارس سنة 1989